الآب يحبك والابن يحبك والروح يشغل ويفعل هذه المحبة لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا فإذن عندما نتكلم عن الآب أريد أن أختم وأقول هو يحبك ويريد أن تكون أو أن يكون في علاقة حميمية معك تخيل هذا الآب اللي خالق ممكن تسأل ليه وليه يعني طب ما ممكن يعني يحولنا الأطراب وانتهت القصة لا لا في قصة حب محبة من قبل تأسيس العالم الله أحبنا واهتم فينا وعاوز يخلصنا والظاهر أنه فيه أمجاد عندما ننهي هذه الحياة إلى أبد الآبدين يعني فوق كل تصور ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن ما يعني فوق كل تصور أعد الله للذين يحبونهم هو يحبك يريد أن يتمتع بعلاقة معك ولكن في مشكلة خطيانة صارت فاصلة بيننا وبين هذا الإله فالمسيح تطوعا واختيارا تجسد حتى يكون إنسان كامل ويقدم الخلاص كفارة عن خطيائك وعن خطيائي ويكون الذبيحة الكاملة النهائية والإعلان النهائي لأله لكل من يؤمن به فكل ما عليك أن تقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ أيها الرب يسوع أدعوك حتى تكون ملكي مخلصي سيدي وربي أدعوك الآن أن تكون على عرش قلبي وإذا بتصليها من قلبك تأكد وبتعنيها من كل قلبك أنه الله يأتي إلى حياتك ويخلصك فتصبح ابن لله خليقة جديدة أو كما يقول كتاب وأما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطانا أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه خليني أسمع منك اشتركوا في القناة